في السياق نفذ المئات من المواطنين بمشاركة شيوخ قبائل وقيادات لجنة الاعتصام في المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة نفذ وقفة احتجاجية رضا بسعي ملشانة المدريتين من قبل ميليشيات انتقالي وقال الحاضرون في الوقفة إنما تقوم به عناصر الانتقالي من عملية تجنيد واسعة في تلك المديريات يضر بالأمن والاستقرار ويضرب النسيج الاجتماعي في المهرة ودع المحتشدون جميع أبناء المهرة إلى الوقوف معهم ومنع انزلاق المسيلة وسيحوت نحو مخططات الاقتتال التي تخطط لها ميليشيات الانتقالي من خلال عمليات التجنيد الواسعة لقد توافدت كل القبائل من أبناء مديرية المسيلة وسيحوت الرسالة الواضحة لكل من أراد بهذه المديريتين المسيلة وسيحوت سوا فهذه القبائل ستتصدي له بإذن الله تعالى وكل قبائل الشرفاء لمحافظة المهرة فإن مديرية المسيلة وسيحوت مديرية آمنة ولا داعي للتشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة وإن السلطة المحلية وعلى رأسهم الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة إن الأمن موجود وإن الأمن في مديرية المسيلة وسيحوت موجود وفي محافظة المهرة بشكل عام كله الأمن موجود ومسنودة بالقبائلها بقبائل محافظة المهرة بشكل عام وإن بناء مديرية المسيلة وسيحوت اليوم ينتفضون ضد كل التشكيلات العسكرية التي نسمع فيها هنا وهناك وعندنا معلومات أساسا أن هذه تشكيلات خارج إطار الدولة ونحن لن نعترف بهذه أي تشكيلات عسكرية ممونة من العدو الخارجي ونحن بإذن الله سنتصدي لها بكل مشاركة كل أبناء القبائل المسيلة وصيحوت وسندافع على مديرية المسيلة وصيحوت بكل قوة وكل شراسة حتى دحر كل العدوان من محافظة المهرة بشكل عام وندعو أبناء محافظة المهرة بشكل عام التكاتف معنا ونكون يدًا بيد للتثبيت الأمن في هذه المحافظة ودحر العدوان ودحر آخر جندي من مطار محافظة المهرة العدوان الغاشم السعودي لمارات